موسيقى العلاقة ما بيني وما بين الله فيها أمان العلاقة فيها أمان أنا ما بسلم حياتي ربنا ما ببقاش قلقانة وخايفة أنه هو هيضلني ويطلعني خارج طريقه العلاقة اللي فيها قب بيتحنن عليها وبيمشي معي السكة وبيقود حياتي وبيحميني يعني الله الآية اللي بتقول لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك لأنه لا ينعس ولا ينام يعني حتى خد بالك أنت لو رجلك هتزل خد بالك أن حافظك الله هو اللي بيحفظك الله مش هيخلي رجلك تزل الله هو حافظك لا ينعس ولا ينام معناها أنه هو ما تخافش هو مش هيجي عليه أي وقت مش هيبقى واخد باله منك بمعنى بسيط مش رح يتفاجأ مش هتزل رجليك وانت وهو مش واخد باله لا ربنا لا ينعس ولا ينام الله هو اللي بيحفظ رجليك من الزل مش هو اللي بيزللني مش هو اللي بيوجهني إلى طريق الزلل إلى طريق الإثم إلى طريق المعصية ما ينفعش في سفر إشعياء النبي إصحاح 30 آية 21 مكتوب وأذناك تسمعاني كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار يعني حتى لو أنا انحرفت لأنه الله بحبني وأنا في إرادة الله بقول أنت طلعت عن الطريق ارجع للطريق المستقيم يعني أهديك الطريق اللي أنا محضرها لإلك ترجمة نانسي قنقر